موسيقى الاكتئاب الموسيمي او مزاجنا اللي بيتغير كل شوية بنلاقي انا دلوقتي في حال بعد ساعة بحال وخصوصا احنا خلاص داخلين في فصل الشتاء الفترات دي فيه ناس بتحس ان هي عيانة بتحس ان هي مش مظبوطة لا ده طبيعي اللي احنا بنحس بيه ده احيانا بيبقى طبيعي لان ده تغيرات المواسم وستات كتير جدا ومرحقين كتير جدا بيشتكوا في الفترة دي من تغيير الفصول والحالة النفسية اللي مش مظبوطة فجأة تلاقي نفسك انا مش عارف يعني انا معنديش مشكلة بس مش مبسوط حسك كده بحاجة واقفة على قلبي تلاقي الستات تقولك ايه حسك كده ان في حاجة واقفة على قلبي مش قادرة تنفس مش مبسوطة حسك بهم حسك ان انا مزاجي مش رايق حسك باكتئاب امزجة كتيرة جدا اليومين دول الشكاوي كتيرة جدا جات لنا على صفحة البرنامج فقررنا ان احنا نعمل الحلقة دي عشان نعرف هل فصول السنة وتغيير فصول السنة بيخلينا نحس بالاكتئاب والمزاجية السريعة المرعبة دي ولا هل احنا عندنا ضغوطات كتيرة في حياتنا بتخلينا فجأة بنفضل نخزن 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 طول السنة وفي الوقت ده من السنة كل اللي خزنا ده بيطلع بيطلع علينا وبيطلع على نفسيتنا يعني زي بالزبط كده ايه الاحاسيس الشتوية والذكريات اللي بتطفع علينا في الشتة كل الحاجات دي في دخول فصل الشتة بنحسها طيب ايه هو الاكتئاب الموسمي وليه تغير المزاجي بقى دلوقتي عرض منتشر كتير جدا بيننا وبتلاقوا بين الرجالة والستات والشباب مش بس الناس الكبيرة هنتكلم مع الدكتور اللي هيكون معنا النهاردة عن ايه هو الاكتئاب الموسمي وايه علاقة الصيف والشتة بالحالة المزاجية اللي بتحصل لي وهل فعلا نقدر يعني خلي بالكم الحلقة النهاردة مهمة جدا هنسأل سؤال انا عارفة انتو بتسألهولي كتير نفصل ازاي يا ايمان انا عايز افصل عايز اخد اجازة وافصل بس لما بروح اجازة برجع زي ما انا ويمكن اكتر عندي اكتئاب اكتر النهاردة بقى هنتكلم ازاي افصل بجد هديكو روشتة كاملة ازاي لما عوز افصل يومين في الاسبوع او حتى يوم افصلها ازاي وعيد حيويتي تاني وعيد الطاقة الحلوة الإيجابية تاني لحياتي مرة تاني محتاجين نعمل ده جدا المطور لو اشتغلت طول الوقت وطول السنة هيبوز المطور ده بيفصل نفصله ساعة نفصله يوم في الاسبوع نفصله ازاي وازاي اعيد تاني من حيويتي ونشاطي كل ده يكون معنا في الحلقة خليني قبل ما استقبل ضيفي مشاهدين نروح مع بعض من خلال زوم هيكون معنا الدكتور احمد صبري استشاري التغذية العلاجية اللي هنعرف منه اكتر علاقة الاكل بالحالة المزاجية انا عارفة ان كلنا مش طيقين نفسينا بس لعلة وعسى يمكن في بعض الاكلات نزود منها المرحلة اللي جاي عشان نفسيتنا ترتاح سأل خير يا دكتور مساء الكل زي حضرتك اهلا اهلا بحضرتك بسادة المشاهدين يعني بص يا دكتور بقى انا عايزة يعني استغلك اسوأ استغلال يعني النهاردة يعني عايزين نعرف ايه علاقة الاكل بالمزاج وهل فعلا فيه اكلات ممكن تخلينا حالتنا المزاجية حلوة او فيه حاجات بنعملها برضو العكس بتخلينا مكتئبين وساكتين ومشطئين نفسنا يعني طبعا الاكل هي علاقة كبيرة جدا بالحالة المزاجية فاحنا كل ما بناكل صح كل محالتنا المزاجية بتتحسن جدا لان الاكل البساطة ليه علاقة بهرمونز معينة زي الدوبامين والسيراتونين وهرمونز معينة اللي بنقول عليها هرمونات السعادة وفيه اكتر من تسع اكلات مباشرين فعلا بيحسنوا هرمونات السعادة جدا جدا وفيه منها كمان اكلات كمان ابتصادية مش كلها تالية طب ما تخلينا نبتدي باكلات السعادة اكلات السعادة نركز مشاهدين احنا بنتكلم عاكلات اللي بتجيبنا سعادة اللي هي طبعا اول حاجة المكسرات من الحاجات المهمة جدا جدا ان هي بتحسن الحالة المزاجية ثاني حاجة هو الزبادي لان الزبادي ده بينشط البكتيريا النفع بتاعة الجهاز الهضمي اللي هي البيوتكس وده بيحسن جدا جدا الحالة النفسية للجسم وبيحسن استعدادات الجسم كويس جدا ثالث حاجة الاسماك بصفة عامة يعني السمك اللي احنا كاننا مرعه في الاسبوع او مرتين كذلك اسماك التونة كذلك اسماك السالمون كذلك اسماك السردين فده مهم جدا جدا انه بيحسن الحالة المزاجية لان في اوميجا سري واميجا سيكس ودول ناين فدول بيحسنوا الحالة المزاجية بشكل كبير ومباشر كمان عندنا غير المكسرات وغير السمك وغير الزبادي البيت كمان من البروتينات المهمة واي بروتين مفوش دهون هيبدأ يحسن معنا الحالة المزاجية كويس جدا طبعا الشوكولاتة ولكن انا بفضل الدكنة منها اللي هي الداركت شوكولت على اساس انه سعراتها الحرية قليلة جدا فما تعملش زيادة في الوزن ليه دايما تختاروا الحاجات المرة لطعمها وحش ما كفية المرار اللي حش على فكرة طعمها بلتعود هنلاقيه كويس جدا وفيه ناس بتشربها يعني بتخدها مع القهوة القهوة حتى دايما دايما المطاعم الكبيرة قوي في العالم دايما نحط لك القهوة معها حتة شوكولت كده لازم يعني دي ما عديد لازم حل المرارة صح وعلى فكرة القهوة تمام والكفايين من الحاجات اللي بتحسن الحالة المزاجية جدا 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 لان ده CNS Stimulant او منشط للسنتر نيرفل سيستم اللي هو الجهاز العصبي بس لها جرعات معينة لها جرعات معينة كان في نجال قهوة في اليوم يبقى تمام ومناسب للجهاز العصبي طبعا اقصى حاجة 3-4 فناجين في اليوم على اساس ان اكتر من كده بيعمل حاجة اسمها تاكيكارديا او زيادة في ضربات القلب تمام وبيبدأ يوتر الجسم ويعمل اثر عكس تمام احنا مش عايزين احنا نعمل لودة على الهارت ريت على ضربات القلب نعملش عليها ضغطة او نعمل تسارع وعلى فكرة فيه كمان في الكافيين حاجة زي الشاي الاخضر اعنا بقى كنت لسه هسأل عن القهوة الخضرة اه كنت لسه هسأل حالا عن القهوة الخضرة والشاي الاخضر ايه الموضوع عشان قاعدوا عملوا عليهم ضجة من كم سنة برضو القهوة الخضرة القهوة الخضرة طعمها وحش قوي بس ماشي لو مفيدة اقول لي لا هي فعلا يعني فيها مضادات اكسادة عالية جدا بوليفينولز وصيامين وحاجات فعلا مضادات اكسادة وكلمة اكسادة للي مش عارف اكسادة هي عملية سيئة بالتهم جوة جسمنا زي كده الالصادة بتاع الحديد ناتج اي عملية حيوية جوة جسمنا بينتج عنها اكسادة فالقهوة الخضرة والشاي الاخضر فيهم مركبات عضوية بيقللوا الاكسادة دي بيقللوا الصادة اللي بيحصل جوة جسمنا بيقللوا الوست بروتكت او الفضلات اللي هي ممكن تكون بتتراكم فاتدخلنا في حالة اعياء عمتا عدم تركيز ممكن المناعة تضعف ده تشبيه حلوة قوي لان فعلا فيه ناس كتير قوي دكتور ما يعرفوش يعني ايه اكسادة هم بيسمعوها اه والدكاترة بتقولها اه وكل الناس بتقولها لكن فيه فئة كبيرة جدا يعني ايه يا ستي اكسادة اللي انتوا عمين تتكلموا عليها دي يعني حتة الصادة لما انت قلتلهم الحديد لما بيصدي شفتوا الصادة اللي عليه اه ده تشبيه انا ذات نفس اقتناعت فخفت اللي جسمي ممكن يعمل كده من جوه هشربها بقى دكتور بقى مع انها طعمة وحشة طب ايه اللي طعمه حلو المفيد برضو يعني بصنص الحاجات دي طعمها وحش يا غالية يعني لما تيجي تقول من الكسرات فانا الناس هتضربني تقول انت عارفة كيلو عين الجمل بكام واللوز بكام فايه الحاجات بقى الرخيصة قوي اللي فيها نفس المكونات اه الحاجات اللي فيها فيتامين سي الفاكهة الحمدية اه اه زي جوافة زي مثلا البرتقال زي مثلا اليوسفي الجوافة عندنا مثلا عندنا مثلا التوت من الفاكهة المهمة جدا اللي بترفع الحر عندنا الافوكادو مهمة جدا يعني الافوكادو بالنسبة لنا حاجة مهمة وجميلة وبتساعد على تنشيط مستوى حر الجسم والتخلص من الفضلات فده حلو جدا جدا يعني الناس اللي عايزة افوكادو يا جماعة عشان برضو بقالش دكتور احمد مش كل الناس هتطاف تجيب افوكادو يعني غالي يا دكتور احمد يعني غالي هي الفاكهة الحمدية موجودة دلوقتي فاكهة الشتاء احنا اتكلم بقى في البرتقان والاستفاندي والجوافة والبلح الاحمر الجميل اللي فيه حديد وفيه حاجات حلوة يعني الحاجات اللي في متناول الناس برضو العادية بس هي بتدي جورة عالية جدا من فيتامين سي وده برضو من مضادات الأجساد الهيلة وبيقاوم معنا المناعة كويس جدا خاصة ان احنا داخلين على الشتاء فبردو من الحاجات العظيمة يعني وده رخيص بقى اه ده رخيص اه ده تمام اوكي قولي بقى ايه المشروبات اللي نشربها في الشتاء كده تحسس لنا برضو ان احنا ايه بهرمون السعادة يعني هل مثلا الناس رجع التاني تشرب كاكاو بس خلي بالكو مش هقول هوت شوكولت عشان ناس تدائمي نتكلم عمي عادي يعني مشروب الشوكولاتة يعني الكاكاو بتاع زمان اللي كنا بنشربه من 20 سنة واحنا صغيرين فايه تاني مشروبات السحلب يعني ايه الحاجات اللي ممكن اشربها قبل منام بتخليني ريلاكس والهرمون هادي كده واصحة مبسوطة وهادية هي طبعا من اهم المشروبات زي ما حركوا قلتي دي هي الكاكاو الغامع البودر ده حلو جدا مش الكاكاو بس اصلا برضو احنا خلينا واحنا بنتكلم ان في حاجات هتحسن معانا الهرمون بس مش هتزود الوزن لان معظم اللي عايز يأكل ويشرب عايز جنب المعادلة دي ان وزنه ميزتش يعني حاجات هي مدرت او متوسطة في الكالوريك انتيج في السعرات الحرارية اليومية فخلينا نقول ان القرفة بالحالية برضو من الحاجات الجميلة او انها تبقى خودها بالليل وممتازة جدا المشروبات العشبية زي الميرا مية دي ممتازة جدا وبتهدي الجسم وبتحسن كمان مستوى الحرق جدا وبتحسن هرمونات السعادة كمان النعناع برضو من الحاجات الحلوة جدا معظم الحاجات العشبية اللي احنا بعيدنا عنها ويعني مش مهتمين بيها هي فعلا فيها فايدة كبيرة جدا للجسم حتى اوراق الجوافة برضو الناس بتغليها وبتشربها فده مهمة جدا يعني فعلا بتهدي الجسم بطريقة كبيرة جدا غير المشروبات العشبية احنا ممكن نشرب عصاير يعني ممكن نشرب مثلا حاجة زي عصير الاناناس ممكن زي ما قولنا نشرب عصير بورتقال ممكن نشرب عصير جوافة فده حلو جدا جدا لفترة بالليل بسكر متوسط دكتور احمد يعني انا عارفة كم معلومات هيلة جدا بجد بشكرك عليها بس انا اوعيدني ان انت تبقى معايا في حلقة في الستوديو لان انا عايز اخد منك روشتة نخص ازاي ونتغزز ازاي في الشتا لان الناس كلها تخنانة بقى في الصيف ودخلين في فاصل الشتا بقى عايزين نزبط ونعمل بقى ايه كده قوام لطيف اه فلو ايه عايزين نرجع لطبيعتنا تاني فان شاء الله تبقى معايا في الستوديو دكتور احمد ونتكلم بقى ايه كل المعلمات اللي احنا عايزين بشكرك جدا دكتور احمد صبري استشاري التغزية العلاجية انوارتنا يا فاند شكرا يا حبي مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل معاكم ونرجع بقى نستقبل ضيفنا معانا في الستوديو خليكم معانا النفسية محتاجة ايه سؤال بنسأله من فترة للتانية وده لان نفسيتنا دائما متغيرة تماما زي فصول السنة يعني مثلا في الصيف النفسية محتاجة بحر وشمس ورواءان لكن في الخريف والشتا الوضع مختلف تماما لان النفسية في الغالب بتكون مش على ما يرام كتير مننا في فصل الخريف بالذات بيحس بالملل والحزن من غير سبب وعدم الرغبة في الاختلاط بالناس وفقدان الطاقة والحماس والمزاج السيء وده اللي بيعرفوا العلماء بالاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الخريف وده بيرجع لأسباب كتير وضحها بعض الباحثين والدارسين لعلم النفس منها مثلا ان الجو في الخريف بيكون غير مستقر يوم برد ويوم حر كمان مش بيكون فيه تعرض كبير لأشعة الشمس وعدد ساعات النهار قليلة ده غير ان في بعض الناس ممكن تعاني من القرق ولخبطة في عدد ساعات النوم مهم جدا اننا نعرف ان مش بس الستات هم اللي معرضين للإصابة بالاكتئاب الموسمي لكن كمان الرجالة والأطفال وده بيرجع لطبيعة الشخصية وسمتها النفسية بالتأكيد النهار ده من الاكتئاب ممكن يقلل من الطاقة في الشغل ويسبب مشاكل في الحياة الأسرية وبشكل عام بيأثر بالسلب على النشاط اليومي اللي بيقوم بالإنسان في حياته وللتغلب عليه والخروج من الحالة النفسية السيئة اللي بيسببها بينصح خبراء علم النفس بضرورة ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس وتناول أكل صحي ومتوازن وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسا مكملين مع بعض ومنورنا دلوقتي في الستوديو الدكتور محمد الفايد استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية ازايك دكتور محمد اهلا بيك النهار ده بقى موضوعنا يعني عايزين ندخل في موضوع على طول تقلبات المواسم وليه في الوقت ده من السنة بالذات احنا كلنا بنحس بالاكتئاب بحس ان في حاجة تقيلة على قلبي كده بحس انها مش مبسوطة بحس انها مكتئبة وممكن ما يبقاش عندي مشكلة على أرض الواقع بس في الوقت ده من السنة وبرضو مع دخول الصيف يعني مع دخول الشتاء ومع دخول الصيف ليه بنحس بالحالة النفسية الغريبة دي تقلبات الطاقة في الوقت ده يعني احنا بنتكلم في دخول الخريف بتحصل تغيرات طاقية او تغيرات مناخية التغيرات المناخية دي في ناس كتير قوي بتتأثر بيها وخصوصا في الشتاء يعني يمكن في الصيف أقل شوية النسبة الأكتر تأثرا بتبقى في الشتاء طب انا اعرف تغيرات مناخية لكن تغيرات طاقية علم الطاقة بقى فارد نفسه بشكل غريب بقى انا كده كم سنة فده يخليني يقولك يعني الطاقة ليها علاقة بالمناخ؟ اه طبعا ما هو المناخ لما بيتغير بيأثر على حيوية الكائن الحي اللي هي النبات والإنسان والحيوانات وكل حاجة يعني مثلا في طاقة الخريف دخول الخريف ايه اللي بيحصل للنباتات والشجر؟ بيق بنسمي طاقة الخريف بنسميها الطاقة الإحلال والتجديد القديم خلاص بيروح والجديد بيطلع فيه مقولة كده لسيدنا علي اشتنبوا أول البرد أو أول الشتاء يعني واستقبلوا آخره فإنه يفعل بكم ما يفعله في الشجر شفت الشجر كده لما ورقه بيصفر فالطاقة بتتغير فبتغير كمان نفسيتنا بتأثر على طاقتنا زي ما بتأثر على كل ففيه ارتباط كبير جدا بين المناخ وبين التأثير الطاقة عشان كده احنا دلوقتي ما عندناش طاقة تحس ان احنا فيه خمول كده بعض طبعا بتفرق من ولا مفروض ان دلوقتي يبقى العكس يعني مفروض في التوقيت ده يبقى عندنا طاقة وبنستقبل الشتاء ولا بيبقى خمول وما فيش طاقة على حسب بقى ما وكل حد على حسب استعداده النفسي ايه وطاقته الداخل ايه عاملت ازاي في الوقت ده والتراكمات يعني دايما احنا بنسمع عن فكرة الاكتئاب الموسمي خلاص ايه اللي بيحصل هنا هل انا فجأة ببقاعد كده ويدخل الشتاء هيجي الاكتئاب لا طبعا بيبقى فيه تراكمات ممكن تكون على مدار شهور او سنين او فترات طويلة جدا بس مستنية الحاجة اللي تحصل فيها استرس اكتر فتقوم طلعة تنفجر كده التراكمات اللي موجودة جوانا خصوصا للناس اللي هم عندهم مشكلة اصلا في ايه حساسين زيادة عندهم استرس زيادة في حياتهم بالزبط وبيكتموا كتير يعني فيه ناس لما بيحصل اي حاجة بيخلصوا الموقف اول باول بيردوا بيتفاعلوا فيه ناس تانية بيعضوا يكتموا جواهم كتير يشيلوا كتير فإيه اللي يحصل يبتدي اتراكم كأنها دايما بشرحها كده كأن كباية أنا كل يوم احط فيها شوية مية شوية مية شوية مية مع يوم مع اثنين مع اسبوع مع شهر مع سنة اتملت للاخر بعد كده لو حطيت فيها اي حاجة يحصل الفوران الفوران الانفجار ده الانفجار بقى للنفس اللي بيحصل ايه فالانفجار ده بيحصل لما خلاص بيكون هذا الشخص تحمل كتير جدا فجيه حصل مثلا تغيير في المناخ وخصوصا في الشتاء ليه خصوصا في الشتاء الجو غيم شوية ما بقناش بنتعرض للضوء كتير الشمس قال اه بالزبط بقى فيه خوف من حتة الرعد والبرق والأصوات اللي بتحصل والدنيا مغيمة فيه ناس أصلا بتخاف من ده فبيبقوا دول أكثر عرضة للإكتئاب الموسم اه او حتى للتقلبات المزاجية اللي هتحصل على فكرة فيه في الصيف برضو بس أقلبك يعني نسبة قليلة قوي لكن في الشتاء أكتر نسبتها أكتر بكتير جدا بس هي مش قعدة يعني في يعني أنا واحد من ناس أنا نفسيتي بتستريع جدا أول ما بتدي الشتاء يدخل ما احنا بقى في التوقيت ده في السنة تلاقي الناس تتقسم التفسير فيه ناس آه تلاقي بتحب كده الناس تقول لك يا الصيف أنا عاشق للصيف وفيه ناس تانية تقول لك لا الشتاء والأجواء الشتوية والمطرة والغمامة يعني حتى الغيوم دي احنا بنحبها بس فيه ناس فعلا بتكتئب وده بقى اللي احنا النهاردة الحلقة دي معمولة ليكم انتوا ليه بتكتئبوا في دخول فصل الشتاء ونعمل ايه عشان نأهل نفسنا لفصل الشتاء لان برضو مش معقول هنقضيها اكتئاب طول فصل الشتاء وخصوصا الستات وبعدين زي ما حضرتك دكتور قلت احنا بنشيل احنا أصلا شعب شيال بطبعه الستات عندنا بتشيل وبتشيل وما بتشتكيش وما بتتوجيش ودايما تباين انها كويسة ودايما تباين انها قد المسئولية وزيادة والستة المصرية بميت راجل وبالف راجل كل ده زي الفل لكن انت اكتر واحدة بتتعابي احنا اكتر واحدة اكتر ناس بنعاني من الاكتئاب والسترس وبتخلي الاكتئاب ده والضغط النفس اللي احنا هشين فيه طول وقت وخصوصا لو مرأة كمان عاملة بينعكس على جسمنا بقى تلاقي سكر تلاقي ضغط تلاقي ضربات قلبي سريعة تلاقي زي ما تلاقي يعني انت لو دورت هتلاقي هتلاقي حاجات كتير حملت قسية حملت قسية فاحنا بقى نستقبل ازاي بقى الحالة دي يعني ازاي بقى يعني نتقبلها يعني نفسيا بمنحة دكتور نفسي يعني ازاي انا عارفة ان انا دخل على فترة اكتئاب في الشتاء فابتدي اعمل ايه ايه الخطوات اللي عمل لازم ابتدي اغير نمط يومي يعني مهم قوي ان انا يبقى عندي لايف ستايل عشان فيه حاجات كتير جدا اول حاجة انا مفروض ان انا نصحى بدري طبيعي وصحي جدا ان احنا نصحى بدري وفي الشتاء خصوصا احنا بنحس ان احنا عايزين ننام اكتر ننام اكتر البطنية والدفن ومش قادرين نقوم بالزبط من تحت البطنية وفي حالة خمول مسيطرة علينا بشكل كبير جدا فتيجي تقولي بقى في الشتاء اسيب البطنية واصحة بدري وانا عارفة الخطوة اللي جاية العاب رياضة اوه ما مش انا اوه ما روح يعني احنا عارفيني كيف مش هنعمله او نصنا مش هيعمله سديني بس ايه حاجات بدينة بعد كده ما هو الاستعداد النفس انت عارفة لما بكوني خلاص دخلتي جوا الموضوع بيبقى صعما عشان كده بقول عايزين نستعد من قبل ده بشوية كده طيب برقم واحد نصح بدري نصح بدري ونشوف شمس رقم اتنين الحركة هنا احنا مش ضروري ان انا رياضة لازم طبعا يا ريت لو انا بروح بمارس رياضة معينة الرياضة كلها حلوة يعني كل انواع رياضات حلوة بس انا بحب جدا الماشي تمام وان انا اتعرض لاشعة شمس يعني ما فيش منع ان احنا ننزل نمشي شوية نص ساعة في اليوم ولا ساعة ولا يبقى فيه وقت لده فيه وقت لان انا يبقى عندي وقت الحياة الشخصية لان انا ممكن اكون بصحى منهم انا بنزل على الشغل على طول مش هلحى اعمل ده ونسبة كبيرة جدا من انا بنصحى جاري شاور على الشارع على طول على الشغل بالزبط ومعظم الضغوطات بتحصل بسبب الشغل للناس اللي بتشتغل ويعودوا في الشغل فترات طويلة جدا اكبر ناس بيبقى عندهم قابلية اكتر للموضوع بتاع الاكتئاب الموسمي اي احنا عشان كده النهاردة احنا معاك احنا معاك مش هنسيبك ياك احنا بنشتغل ومكتئبين ومكتئبين جدا وبما ان انا مرأة عاملة فانا حاسة جدا بالحضراتك بتقولوا بصحى من النوم جاري على الشغل جاري اخلص جاري فحياتنا كلها وانا وزي الستات كتير ورجالة كتير حياتنا كلها جاري جاري تسحى جاري وترجع جاري وزحمة طبعا الشارع بيبقى زحمة ممكن ترجع من طريقك بساعتين مواصلات ساي فدي لوحدها دكتور يعني استرس وضغط زيادة فبتروح البيت لطيق نفسك ولطيق العيال ولطيق اي حد يقولك مشكلة ولا حتى الصوت العالي فده برضو بيخلينا اكثر عرضة برضو للاكتئاب الموسم بالضبط وطول ما انا في الدوامة دي انا عمال احوش وراكم طاقات كتير جوايا فاحنا بنقول ايه لازم الطاقة تتفرغ اول بول فلازم يكون عندي ممارسات يومية انا بعملها عشان اقدر ان انا افرغ الطاقة دي اول بول وهنتكلم كمان شوية ان انا ممكن بعد فترة شهرين تلاتة لازم اخب بريك تلات يام لازم افصل خالص ثلاثة يام وهنتكلم نعمل ده ازاي برد ايه طب نعمل ده ازاي لان احنا قلنا كتير ان في بلاد كتير جدا حتى بلاد يعني مثلا في لبنان وفي بلاد عربية كتير لازم السبت ده نص يوم اجازة والحد ده اجازة الناس كلها بتطلع على الجبل وبتاكل برة وبتتفسح ويشوف اهاليها اوروبا نفس الحكاية كلها انجلترا نفس الحكاية يعني اقصد العالم كله عنده الاجازة دي مقدسة يعني لو مين محلات ما بتفتحش والناس لازم تنزل تخرج او تقض مع عائلتها احنا هنا شاقينين بالزيادة يعني ما عندناش يوم اجازة اصلا ما هو ده الموضوع زي ما احنا في الشغل انا مثلا بشتغل في مكان انا مفروض ابقى اكون في المكان ده مثلا الساعة تسعة فماينفعش ابقى تسعة ونص ماينفعش ابقى عشرة وماينفعش اجي النهارده وماجيش بكرة انا لازم اعمل كده مع حزبتي انا الشخصية ان فيه وقت كده في ويكايند عندي فيه اوقات معانة حتى في يومي ماينفعش ان هي ما تمشيش بنفس السياسة دي او حاجة تاني تيجي على حسابها لان في الاخر انا اللي هتعب وانا اللي هقع وساعتها ولا هعرف اشتغل ولا لو كنت بذاكر او طالب وعنده امتحانات ولا لو كنت بعمل اي حاجة في حياتي هلاقي طاقتي ابتدت تنخافض ما بقيتش قادر في الشغل وحش في الجامعة في البيت ما بقيتش شخص منتج هلاقي انتجيتي بتقلي جدا هتأثر على كل حاجة في حياتي تعرفين التفريغ ده التفريغ النفسي اللي انا بفضي اللي جوه حد هيقول لي ايه ايه يا استاذة لازم يبقى جازة اجيب فلوس من ايه انا عشان ااخد العيلة اخرجهم واصفرهم واجيبهم عافوك انت مش لازم تخرج ولا تسافر ولا تصرف انت لو نفسيا قلت انا هاخد عيالي في حضني او هنبسط بولادي هقعد معاهم اشوف مشاكلهم ايه اسمع بنتي سنه مراهقة ولا سنه صغير عايزة تسمع عايزة تتكلم عايزة تشوف لو انا اديت من جواي ان انا استمتع بولادي خلي بالك يا جماعة احنا معظمنا احنا كمصريين بالربي بس ادي مسئولية اه هصرف هدخل جمعية عشان اغير الانتريف العيد هدخل معرفش اعمل ايه عشان اجيب متسك للواد هعمل ايه عشان اجيب ايه حياتنا كلها دينامو عشان نسدد الطلبات لكن عمرنا ما قلنا نفسنا ما تيجي نستمتع بولادنا لما اخده في حضني كده ابني كده اللي كبر ده اخده في حضني كده واستمتع بحضنه لان انا قريد دراسة معمولة يا دكتور ان حضن الحضن ده ذا في نفسه طاقة ايجابية لما اخد ابني او بنتي في حضني بيديني زي احساس المخدرات اللي هو الدوبامين بالزبط انا هرمون اللي بتفرز في الجسم في اللحظة دي فيه حاجات كتير بس هو هرمون السعادة اللي هو السيروتونين ايوه ده الهرمون اللي هو بيسبب حالة من السعادة حالة من النشوة والسعادة والنشوة والسعادة بالزبط والعناق او الحضن الحضن ده طاقة ايجابية طبعا يعني برضو كان فيه دراسة الزوج اللي بيحضن مراته قبل ما بينزل وبيطبطب عليها الستة دي بتبقى سعيدة جد حتى لو قبلت مشاكل ايه تولي اليوم مجرد جزء بيحضنها كده خلاص الام اللي بتحضن ولادها الاب اللي بيحضن مراته وولاده يعني حتى البيت بتعم فيه حالة من السعادة كده هم مش عارفين دي جاي منين هي الطبطبة احساس الطبطبة طبعا وهنا عايزة اقول حاجة مهمة حريكة قلتيها لما انا باجي بقى هاخد ويك اند او هطلع كده كم يوم هفصل شوية حتى لو يعني بفصل بشكل جزئي مش هقول هروح اسافر اسبوعين ثلاثة مشكلة معظم الناس ان هي لما حتى بتعمل كده وترجع بتحس ان هي مفصلتش ولا حاجة مفصلتش ليه بقى فيه كلمة حاجة قلت يا جميلة قوي انا هعمل ايه عشان افصل معظم الناس هو بيروح اي مكان يقولك انا عايز بقى فضي دماغي عايز اعط لوحدي ما اكلمش حد وافصل خالص ما اعملش حاجة انت كده بتستسلم مش بتفرغ طاقة انت كده الحالة اللي انت فيها هي بتتملك منك اكتر وهترجع من الاجازة دي هتحس ان انت عندك طاقة سلبية اكتر ما انت سفرت اه مخنوق اكتر فهو انت بتفصل عشان فيه حاجات هتعملها مش عشان ان انت هتفضل نايم ايه يعني فيه حاجات متلوبة من لنا ان احنا نعملها لما تيجي نفصل طبعاً خلينا نطلع فاصل رحت سفرت بلد اسكندرية اسمه اي حتة مهم رحت مكان عشان افصل افصل بقى ازاي لان الفصلان طلع ليه كتالوك والله عشان افصل لازم اعرف افصل ازاي مش هروح اسافر وابحطت التليفون في ايدي وعناي جوه التليفون نفس الكآبة ونفس الناس ونفس البوستات ونفس كل حاجة دكتور محمد افصل ازاي الطريقة المسلة للفصلان شفتي اصلاً احنا بنقول ايه افصل ازاي لو انا سألت نفسي الكلمة دي نفسها معنى ان انا افصل يعني محتاج ان انا ايه ابعد عن الحاجات اللي مدايقاني فيبقى دي اول حاجة ان انا ابعد عن طبعاً السوشيال ميديا بشكل عام ان انا اصلاً عايز اسيب الموبايل شوية انت شايفة حياتنا كلها دلوقتي بيتانا قادة لازقين في الموبايل وما اكثر الاخبار السلبية خلاص فانا محتاج ان انا افصل من الحاجات اللي بتدخلي ضغطه بتدخلي طاقة سلبية اول حاجة منها ان انا محتاج ابعد عن التكنولوجيا شوية تماماً اصلاً عموماً يعني تاني حاجة انا محتاج ان انا اعملها ان انا افصل حتى عن الاشخاص السلبيين اللي بيأثروا علي يعني لو جوز مدايقين يسيبه في البيت وافصل لوحدك لا مش كده ما احنا قلنا نبعد عن المدايقنا جوزك مدايق سيبيه وروح افصل لوحدك عرف فكرة اعتزل ما يؤذيك ايو سيدنا عمر قالينا اعتزل ما يؤذيك ايو مش من يؤذيك يعني انا باعتزل مواقف اه لكن مش معناها لان في ناس يقولك طب هاسبهم واروح قعد انا الوحدي انا باعتزل انا باعتزل اللي هو من الاخر زي مدول ايه واجع الدماغ لو انا في حد بيكلمني مش لازم اكلمه اليومين دول نقصد كده نبعد عن اي حاجة مزعجة بالنسبة لنا انا كده فصلت انا كده فصلت لكن فاضل حاجة مهمة قوي اللي هي ايه ان انا هعمل ايه بقى عشان هستمتع ازاي بالفصلان الطبيعة سيب كل حاجة وسيب التكنولوجي وسيب كل الكلام ده واطلع للطبيعة روح مكان انت بتحبه او بتستراح فيه قدر الامكان يعني لو مش تقدر تسافر مكان بعيد اوي فيه اماكن قريبة ممكن لا لا فيه اماكن قريبة في كل محافظة فيك يا مصر فيها منتجعات وفيها حاجات حلوة جدا احنا اكتر بلد فيها اماكن سياحية في العالم بالزبط كده ابتدي بقى يا سلام لو انت بتحب القراية وتسحى كده بدري وتقعد في مكان انت بتحبه مع عرفة اغنية فيروس كبايت شاي بنعناع كبايت القهوة كده الصبح مع الفطار الحلو اسمع لك اغنية حلوة ريئة كده امي روائي على نفسك يعني شيل الدغوط دي كلها الحياة ماشية ماشية طول ما احنا عايشين فعايشينها امي كده اسمعي مزيكة حلوة انت وقفة الصبح في المطبخ اغنى دنديني معاها كده اقولي انا هبقى مبسوطة طب حلوة او ان انا وصلت لحتة دي دكتور محمد انا ابتديت اكلم نفسي يا جماعة يعني وقل لي ده صح احنا لسه هنقول اللي هي التوكيدات الايجابية التوكيدات الايجابية ان انا اكرر عبارات ايجابية كتير لنفسي وكررها ده بيعمل حاجة اسمه توكيد في العقل اللواعي يعني بيبرمج عقلي عليها فعلا التوكيدات الايجابية دي هنرجع نتكلم فيها اكتر واكتر عشان نعرف اذا كنت تجننت ولا لسه بعقلي بس تعال يا دكتور محمد نشوف الناس في الشارع رأيها ايه في الاكتئاب المسلمي ونرجع تاني للستوديو خليكم معانا هنتكلم عن التوكيدات بعد الشارع فيه ناس بتبقى متعلقة قوي بان الشيطة بيجيب اكتاب وكده بس فيه ناس بتبقى واخد النورة وقان وراح يتبقى لأكتر يعني بتختلف من شخص للتاني مش اكتر والله ياهو على حسب لو انت مثلا طالب انت يطالب بسبب مذاكرة فهيبقى الاكتئاب أعلى انما لو مثلا واحد شغلته هادية أو حاجة فهيبقى اهضى وخصوصا ان الشتاء بيبقى برده أو كده بساعات بيبقى جو رطيفة مثلا قاعدة حيل الورا وبتاع فيه هد المود طبعا بالذات حتى في العين يعني لو انت مثلا قدامك منظر زي اللي احنا بنشوفه اخر النهار الايام دي في الخريف مع بداية الفصول بتلاقي المنظر مغيم احنا بطبعنا بنحس للتغييم ده مفيش في نور وبطبع البناة دم بيحس للدنيا مش كويسة اكيد طبعا المنظر او العين بتاخد طبع البناة دم من جوه في الصيف لأ طبعا مرتاحة هي عشان قاعدة في البيت واجازة والكلام ده في الشتاء بقى بيبقى ضغط عليها من ذاكرة وجو ودروس طبعا السيف بيبقى فيه نوع من تعاش للبشر كده اما في الصول الشتاء كده تحسل فيه انكماش للبشر كده فتحسل فيه نوع من الاجتئاب شوية في الشتاء بلاي نفس احسن شوية عكس السيف دائما بعض في البيت في المروحة والتكييف الشتاء بخرج براحت بخرج اكتر يعني يعني مثلا في السيف ممكن نخرج بيكون فيه نشاط عن الشتاء الشتاء بيكون الجو اكتر بيكون البيتي اكتر يعني كل واحد ولية التفصيلة بتاعته اللي تخلي طاقته مصبوطة مع الفصل اللي حبه يعني طبعا الشتاء احلى من الصيف بس الشتاء بحس فيه برتاحة نفسي كده لما بحس النمودي مش مصبوط او كده بتدور على الحاجة بتفرحني زي مثلا باسمع اغاني بشوف اي اكتر حاجة هادية بعملها على حسب يعني لو مخنوق ممكن الله انزل اتمشى شوية باكرع كرعون باعد مع نفسي يعني حب امشي في البلد شوية في الشوارع القاهرة الجميلة بتبغى بتغير من مودي يعني باسمع اغاني بتفرق على فيلم انزل ممكن اعمل قابل الصحابة الكلام ده كله لما مودي مش هيكون متزبط حروح مثلا انا انا امسكندرية اغرب حاجة ليه بطلع البحر بنام بخرج بكلم صحابي ممكن نقول ليها مرتبطة اكتر عند الستات علشان الستات نقدر نقول ليهم بيبقوا عكس رجالة بيستحملوش اكتر فنفسيتهم بتبقى ومشاعرهم فياضة اكتر فممكن بتأثروا بدا اما الراجل بتبعه قوي بيتحمل اكتر من واحد صغير فمافتكرش الحاجات دي بتأثر فيه الحالة النفسية في مناسبة الفصول بتبقى عند الستات اكتر يعني لا اعتقد انها بتظهر اكتر عن رجالة طبعا في الضغوط الحياة والكلام ده فبتظهر اكتر عمد الرجال ان الشباب بتأثروا اكتر بموضوع الفصول وان الاشان بيشتغلوا الكلام ده كله عكس البنات والله يعني هم الستات بتأثر من اي حاجة مش محتاجين فصول بس يعني كيه ممكن تأثر من اي حاجة تداياهم تقلب المود وتعرفيش هم زعلانين من ايه بس هم معرفوش هم كمان بس كلهم زعلانين ففي المود العام في زعلان ما عرفش بس انا بحس ان الستات اكتر الرجالين ما بيفردش معهم حاجة عماتا يعني عايزين نكمل بقى ازاي برضو افصل كل خطوات ان انا اعرف افصل صح بس رشدت ايه كاملة بداية انام مظبوطة مواعيد مظبوطة وافضل مواعيد للنوم اللي هي من عشرة لاربعة خمسة الصبح اكيد مش كلنا بنعرف نعمل كده قوي بس بنحاول الفترة دي على قدر الامكان ان احنا ننام لان فيه حاجة اسمها الساعة البيولوجية فده هيريح جسمي وهيخلي كل الغدد الهرمونات تبقى مظبوطة وهيبقى حالة الصحية جيدة جدا وفي نفس الوقت ده هياخدنا الفكرة ان انا بنام مظبوط باكل وبشرب ازاي التغذية الصحية في الفترة دي يعني بلاش اروح للحاجات يبقى رقم واحد بما انها رشدتة فعايزين بس ايه عشان الناس ما اتوهش مننا هنام واصح بدري النوم المظبوط لازم ااخد ساعات نومي الصح المظبوط ويفضل من بدري واصح بدري من بدري شوية يعني لغاية الفجر ده اكتر وقت الجسم بيحتاجه هو ربنا عمل لنا نظام كده احنا بس اللي بنتجاوزه فدي اول حاجة رقم اتنين الاكل المظبوط الاكل الصحي مش هنتكلم بقى ده موضوع تاني بس يعني انا عايز اكون هلسي عايز اكل اكل صحي عايز ابعد عن الحاجات المنبهات الجنك فود والتدخين والجنك فود الحاجات دي خصوان في الفترة دي يعني هو طبعا ده نظام ياريت يبقى لايف ستايل لنا كلنا بس انا بتكلم في الفترة دي عشان تريح كمان المعدة لان المعدة والقولون هي سبب رئيسي جدا اللي احنا بنتكلم نارضة عن الاكتئاب وعن امراضنا سبب رئيسي ومهم جدا يعني انت لو صلحت المعدة انت عليكت الاكتئاب معلومة مهمة جدا اشرب مية كويس تمام شرب المية بالمقدار المزهور تلاتة لتر يوميا دايما نقول يعني هي هي ليها ليها حسبة على حسب الوزن ممكن حد يحتاج كمية اقل من كده شوية او يعني كده او اكتر رابح حاجة الرياضة الرياضة هنا انا مش اقصد ان انا لازم اروح جيم مش رفاهية مش بنتكلم على الجيم والحاجات اه مش زي ما قلنا انا محتاج اتعرض لضوء الشمس محتاج فيتامين دي اه فيتامين دا اللي احنا دايما اكتر ناس بتشتكي منه المصريين اكتر ناس عندهم خلل في فيتامين دا اللي مش عارفة ليه المصريين معنى انها بلد الشمس والدفا فانت متخالة ليه وظائف قد ايه ليه وظائف قد ايه عضوية ونفسية واحنا بنكامل الوقت عايزين نفصل ونفسيتنا تبقى احسن فعايز اعلي الفيتامين دا تحديدا فيتامين دي من الشمس فشفتي لما قلنا النوم ونصحة بدري اطلع اتماشى المشي هوريو دا اهو انت بتاخد فيتامين هور من الشمس فدي نقطة مهمة جدا اتماشى حتى لو انا بتماشى لله هدف يعني مش ضروري ان انا عندي تسك معين الاقي كل حد كل يوم لازم امشي مش عارف من المسافة دي بنفس يعني بتماشى بسمع مزيكة وانا ماشى ايوه يعني بفضي دماغي هو دا اللي انا اقصده اللي احطة فيها رياضة وإيموشنال شوية دا مهم جدا جدا نيجي لحاجة اهم بقى كل داكم وحاجة دي بقى الله في حاجة اهم الرياضة الروحية الرياضة رياضة روحية يعني اللي هي ايه الميديتيشن الميديتيشن يعني عشان الناس بتفضل تقولي يا ايمان بطالي المصطلحات الانجليزي الميديتيشن اللي هي باللغة العربية اللي هي التأمل الروحية يعني اللي هو زي اليوغا كده يعني عارفين دا كده انا باخد شاور طاقة بقى خلاص التأمل ميديتيشن يا جماعة انا انا اقعد كده واسيب وروح اتأمل اتأمل في ربنا وخلقة ربنا والنعم اللي ادهالي ربنا يعني اتأمل عموما في الكون دي الميديتيشن في كل حاجة يعني احنا عندنا في طاقة التسبيح والذكر ايوة يعني دي من الحاجات اللي انا بسميها برضو رياضة روحية حلو دا يعني هي حاجة عندنا في الدين بس انت مش عارف هي بتعمل ايه على المستوى الجسدي والنفسي والروحي شوفوا لما دكتور نفسي يكلمكو في ده يعني احنا مش جايبين شيخ من لا ظهر دكتور نفسي ده معناه ان المشاكل اهو بتجيله العيادة ودي حاجات مهمة جدا بيقولها حتى للناس اللي بتجيله يعني التسبيح دي العارف لو انا قلت لهم قوموا سباحوا وقالك ايمان استشيخت يعني فأنا بالعكس انا مصطوطة جدا بالكلام لحد دي ده اكبر شحنة ونورانية للطاقة البشرية ان انا اصبح قلب ذكر الله تطمئن القلوب واحنا بنتكلم عايزين ايه والنفسية فقدي ايه الموضوع جميل قوي فعشان كده التأملات بقى احنا بنتكلم في انواع كتير قوي يعني احنا بنقول لكم ازاي تعلو الرياضة الروحانية صحي كده بنعليها بالذكر بنعليها بقي تاني بنعليها هقولك حاجة انا دلوقتي ابسط حاجة كده ممكن اعملها في عشر دقيق بس كل يوم ان انا قعد في مكان هادي ريلاكس مشغل اي حاجة بتساعدني صوفت ميوزيك كده ومصطلقي خالص فارد جسمي وعصابي وابتدي اخد طريقة التنفس العلاجية ممكن حتى نقولها بسرعة كده اه ان انا باخد النفس النفس من البطن وانا باخد النفس البطن عكس ما الناس يقوله اخد نفس يشفو تيدخل بطن لا انا عايز العكس وانت بتاخد النفس بطنك هي اللي بتطلع لبرا من الانف طب ورينا كده دكتور اهو وقت من النفس تلات ثواني وبعد كده اخرج النفس تاني زفير البطن ترجع تاني يبقى وانا باخد النفس البطن بتطلع تملى هوا وبعدين امسك النفس وبعدين اخرج النفس تاني لغاية لما البطن ترجع تاني للموضع الطبيعي بتاعها ده التنفس الصح العلاجي ده تنفس العلاجي اللي احنا بنقول عليه ايوا بالزبط كده ده لو انا قررته كده تسع مرات بصي بقى ضغطي مش مزبوط ضربات قلبي في اي دي بريشن دايخ مصدع كل ده هيتزبط في اللحظة والتو حالا او علاجه هو سهل وقامن وسريع ومجاني لكل الناس فالتنفس الف به طاقة انت تنفس الاعضاء المخ بيتغز على ايه على الاكسجين اكسجين فتخيلي لما انا بدي كل حاجة الطاقة والغزة اللي هو محتاج هيعمل ايه هيعمل حالة توازن حالا خلاص ده فيه تدريبات تنفس للرجيم للرجيم تخيلي انه قد ايه بحرق طاقة بتقنية معاناة يقولك بقى هنا اعمل دي مثلا ستة تلاتة ستة يعني اخد الشريك في ستة يعني ليها بقى كذا حزبة كده وعدد وطريقة وتقنية وكده اخر سؤال احنا تكلمنا خلاص عن الرشدة ازاي استقبل الاكتئاب الموسمي وزاي ابعد عنه ازاي انا بقى برا الحكاية وازاي اعلي الرياضة الروحانية فيه ناس دلوقتي بتسأل طيب لو الناس في الفترة دي بتقولك انا عندي شراها للحلويات اكتر وفيه ناس عندها شراها لمواد تاني هل الاكتئاب بيخليني انا بيروح انا على نوع اكل معين ممكن يكونش انا بحبه اساسا اي اضطراب بيحصل هو دايما عندنا فيه ردين فعلي تلاقي اي حد لو لاحظت جاله مثلا اكتئاب او اضطراب في المذاك تلاقي فيه حد ما بيأكلش خالص ويخس وحد تاني يدخن جدا ايوه تقولك انا اكتئب ادخن اكتئب ادخن اوه اطلع عامي في الاكل صح بيحصل كده وفيه حد تاني ما يعرفش خالص ليه بيخس جدا فيه حد لما يكتئب ينام كتير قوي وفيه حد ما يجليش نوم خالص صح هو اضطراب هو ده غلط وده غلط هو حصل لخبطة جواه هي اللي خلت ان يحصل كده خلل في الساعة البيولوجية بتاعته وفي المراكز العصبية طيب مين اكتر في التغيرات دي يا دكتور محمد الستات ولا الرجالة يعني مين اكتر عرضة للاكتئاب المسيمة دي احنا كستات ولا الرجالة اكيد الستات طيب اخر سؤال الستات دعف كمان الستات يعيني شايلين كل حال اخر سؤال هل فيه ادوية لان انا دلوقتي بشوف ادوية بتتعرض كتير على الانلاين وبيجيز كتير بتتكلم على الادوية اللي ضد الاكتئاب فهل فعلا ممكن انا في فترة دي احس ان انا عندي خمول مكتئبة ونفسيتي مش قد كده فاروح ااخد ادوية من الصدلية يعني هل فيه اعلم فيه ادوية ضد الاكتئاب ممكن احنا ناخدها ومش مدرق لا خطر السؤال ده مهم جدا طبعا ممكن يبقى حد قاعد بيسمعنا دلوقتي فيقول اه يبقى انا عندي الاعراض دي يبقى انا عندي اكتئاب موسمي يبقى اروح ااخد ادوية لا لازم تروح تستشير طبيب ربما يكون عندك حاجة تانية ربما تكون محتاج برنامج مختلف لازم الادوية تكون من خلال استشارة طبيب يعني امتى توصف لي ادوية ضد الاكتئاب اللي هي المضادة الاكتئاب امتى الدكتور محمد الفايد يقول لي يا ايمان انت محتاجة ادوية مضادة الاكتئاب لما يبقى عندك خلاص بنسميها حصل خلل في كيميا المخ لان خلي بالك فيه ناس كتير جدا بيحصل لهم اضطرابات او مشاكل نفسية بس موصلش لسه لحتة ان انا عندي لخبطة في كيميا المخ يعني يبقى هي بس محتاج تدريبات سلوكية شوية طاقة لكن فيه ناس بيبقى الموضوع تراقم معهم لدرجة ان خلاص بقى بتحصل له نوبات مفاجأة او بيحصل فيه بعض الدبريشن اللي خرج عن السيطرة والارادة مش هقدر هنا اجي اعمله جلسات سلوكية او اتكلم معاه هنا ده على طول لازم دواء هل بقى السؤال هل الادوية فعلا بتجيب نتيجة وهل الادوية بتعالج طبعا بتجيب نتيجة فعلا طبعا لو التشخيص مظبوط الدواء مظبوط العلاج مظبوط بس الاساس ان انا هحتاج ان انا اشتغل على الجزور السلوك السلوكيات السلوكيات رقم واحد دايما دايما احنا بنشتغل على فكرة احنا عايشين في تحديات لنفسنا طول الوقت يعني بقى تحدى نفسي عشان انجح بقى تحدى نفسي عشان ابقى متزنة سلوكيا بقى تحدى نفسي عشان ما تعصبش على ولادي وبتحدى نفسي في شغلي عشان يبقى فيه روح حلوة بيني وبين زملائي أنا عارفة وحاسة بيك وعشان احنا كلنا زي بعض احنا حياتنا كلها تحديات لكن السلوك بقى هو اللي بيكسب في الآخر هل انت قادر تتحكم في سلوكياتك ومزاجياتك وحياتك ولو فرض من ايدك الموضوع يبقى محتاج استشارة نفسية دكتور محمد الفايد بشكرك جدا وجودك النهاردة معنا في يوحكا أن وان شاء الله لنا حلقات كتير ان شاء الله معنا مشاهدينا خلصت حلقتنا وان شاء الله الحلقة الجاية دايماً بيكون معنا مشاكل نفسية بنحاول نوصل لها لحلول ويا رب كده شتا سعيد ان شاء الله